قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم موذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيم أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيد بل كذهبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير تبصرة وذكرى لكل عبد منيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنخل باسقاط لها طلع نظير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرون كذبت وبلغم قوم نوح وأصحاب الرس وثمون وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكد وقوم طبع كل مكذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسمث به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألخي في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصبوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدن القول لدي وما أنا بظلام عبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأصفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشير الرحمن بالغيب وجاء بقلب مني أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان لهم قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نهوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تنوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا أدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرود إنا نحن نحيي ونميت ويلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت علينا بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين ترجمة نانسي قنقر